وفي الإمارات نزل العديد من أبناء الجالية المصرية إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وفي لقاءات خاصة مع القاهرة الإخبارية أشار عدد من الناخبين إلى أهمية مشاركتهم في هذا الاستحقاق الانتخابي كواجب وطني نهاردة يعتبر يوم وطني خالص المشهد زي ما حالك شايفه المشهد رائع وجميل المصرين في الخارج بيحبوا بيعشاؤوا مصر إحنا كلنا عايشين هنا بس قلبنا مع مصر وجودنا النهاردة شيء يعني عايز أقولك عليه إنه هو شيء واجب وفرض على كل مصري إنه لازم الدنيا كلها بتفرج علينا النهاردة لازم يشوفوا المصرين بيحبوا قدية مصر وجودنا النهاردة عشان نقول نعم للإستقرار نعم للتنمية وجودنا عشان خاطر ولادنا مش عشان خاطرنا إحنا بس وجودنا النهاردة بيقول إن كل مصري ليه صوت وصوت فعال جدا مهما كان صوتك بس انت مؤثر جدا جدا هو بالفعل احنا كمصريين لا بد ان احنا نشارك في المناصر الانتخابي لان ده حدث مهم احنا من المفروض ما نتأخرش على مصري في حاجة زي كده والمفروض احنا كمصريين ده واجب وطني علينا خاصة مصريين في الخارج وخاصة ان في البداية ان الانتخابات بدأت المصريين في الخارج فده اعتقد ممكن يكون حافز كمان للمصريين اللي في الداخل ان هم يشاركوا ويحسوا باهمية الحدث ده الحمد لله المشاركة حلوة جدا جدا وسهلة وميسرة قوي 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 يعني ما خدناش بالزبط دقاثين جوع من مدخلنا وعملنا الانتخاب عطول وخرجنا الناس كتير الحمد لله بتتوافد وعلى بعض من الصبح متابعهم من التلفزيون لحد ما جيت موضوع حلو انك انتمائك داما لبلدك حتى برى البلد انك تكون لسه موجودة وان الناس تفضل على تواصل ده في حد ذاته انتخاب يعني مش مهم انا متخمين لكن هي الفكرة المشاركة نفسها في حد ذاتها هو مكسب مكسب للبلد كلها مكسب لكل مصري ترجمة نانسي قنقر